طبعاً النهاردة نضم محمد صلاح ومحمد النيني طبعاً لمعسكر المنتخب الوطني المشاركة مع المنتخب أمام توجه في مبارتي الزهاب والقياب المقرر اليوم زي ما حضرتكم عارفين 14 و 17 من نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة للكاس الأمم الإفريقية 20-22 كمان وصل أحمد حسن كوكا المحترف طبعاً في اليونان لمعسكر المنتخب وكل مرة هنيجي نقف عند خبر المنتخب أقول لك إحنا لازم نكسب الموتشين دول ولازم نكسب الموتشين دول بكرة حلوة لأنه موقفنا في المجموعة ما ينفعش يكون منتخب مصر متعادل مع كينيا ومع جزر القمر والمنافس الأقوى المفروض لنا في المجموعة هو منتخب توجو يعني فالمباراتين دول بس مش عايزين نحسس بعض برضو أن احنا رايحين نلعب السنغال ولا كود فور خالص ما هو ده اللي يضيقك أنه المجموعة يعني ما فيهاش المنتخبات القوية قوي فإحنا محتاجين أن احنا طبعاً نظهر بأحسن شكل لأن انت عندك أحسن لعيبة في أفريقيا تب تتكلم كمان دلوقتي لعيبة كلها فورمة عالية جداً لعيبة مصرية اتمنى ده يعني اتمنى طبعاً نشوف ست نقط مبدئين يتمنون على وضعنا في المجموعة ونشوف عرض بقى يعني يرجع لمنتخب مصر الكرة الحلوة بتاعت زمان كرة بتاعت كاس عالم قرات فاكرين مطش مصر وبرازيل فاكرين مطش مصر وإيطاليا ما كانش حلوة بلاش مصر وأمريكا بلاش مصر وأمريكا على كل أحوال كل التوفير لرجالتنا أنا شايف أنه كابتن حسام عنده والحقيقة يعني مجموعة كوكتيل كده على أعلى مستوى يقدر يقدم به صورة محترمة لمنتخب مصر